السلام عليكم الابنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد من أنكم تكونوا كلكم باخر وعلى آخر وانتم ما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله سنشارك معكم الملوي بالشحمة اللي كي يجي رائع اقتصادي بوحد الحشوة الاقتصادية وكتخرجوا واحد الكمية اللي هي كثيرة تبارك الله ما شاء الله شاركتوا معكم باش تنتم تعتمدوه كم شروع مربح من البيوت ديالكم تخدموه تحطوه في شي حانوت أو شي محلابة الملوي بالشحمة أو المسمن بالشحمة كي يكون عليه طالب كثير في رمضان وبلا رمضان علادة كشي لبنات شاركتوا معاكم اي حاجة خدمتها وستفدت بها وكان فيها المدخول كنشاركها معاكم باش حتى تنتم تستفدوا اي كانوا يعجبوكم بحل هاد الفيديويات نقدر نشارك معاكم حتى البغرير المسم اللي كيكونها كخاوي الحريشات البطبط قاعدة كشي اللي كيتمشى في رمضان غيخلي وهاليف تعاليق لبنات نشارك معاكم اي حاجة تلبسوها مني غير ما تنسونيش بلايكات الله يجازيكم بالخير عونوني بلايك بارتاجي والفيديو مع الاهل والاصدقاء وما تنسوش الى كانت هادي اول زيارة لكم للقناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وما تنسوش تكمله الفيديو حتى الاخير باش شوفوا معايا جميع المراحيل باش غد نحضر هاد المسمن او الملوي بالشحمة غدي ندوز معاكم المقادير بسم الله على بركتي الله في هاد القصرية عندي الدقيق او الفارينة عندي 800 جرام ديال الفارينة مع 200 جرام ديال الفينو يعني المجموع عندي كيلو ما بالفينو والفارينة تقدروا تديرو يعني نس كيلو فينو مع نس كيلو فارينة انا هنا يدرسغي 200 جرام مع 800 جرام ديال الدقيق عندي هنا يا معلقة ديال الملحة بالنسبة للملحة كتبقى على حسب الضوك وعندي الماء باش غدي نجمع العجينة ديالي بالنسبة للماء عادي ماشي سخون يعني الماء بارد غدي نجمع به العجينة هذا هو ما المقادير اللي كنحتاج في العجينة ديال المسمن ما كنضيف لها لعسل لخمارة غير ملحة وكنجمعها بالماء هذا القصرية عندي الدقيق ازتعليه الملحة وكنجمع العجينة ديالي بالماء كنضيف الماء شوية بشوية وكنجمع العجينة هنا ما تضيفوش الماء دوفاء وحيدة باش العجينة ما تجرى لكمش خس العجينة يعني تجي مقادة ما تجيش مطلوقة بززاف ما تجيش او تاني قاسحة إلاجة قاسحة ستعدبكم إلاجة مطلوقة ستعدبكم وتبقى تلصق يعني تضيفو الماء شوية بشوية وكنجمع العجينة ديالي هنا مبعد من مجمع العجينة ديالي كنتحصل على العجينة اللي كتكون بهذا القوام هذا كتكون يعني يرتبوه في نفس الوقت مجموعة وهنا كندلكها في نفس القصرية كندلكها غير واحد شوية ما كتاخدش منكم يعني وقت اللي هو كتير بزاف ولا شي مجهود كتدلكوا هاغي تدخلوا في هاداك العجين اللي كيكون عدباين صافي كتحبسوه سمدلكها عندما دلكت العجينة ديالي وجمعتها كنتحصل على العجينة اللي كتكون بهذا القاوام هذا كتكون يعني أرطبة هنا غاد ندوز باش غاد نشكل العجينة ديالي كنجيب هنا وصلت فيه واحد شوية ديالزيت وكنجمع العجينة ديالي هنا يا بالنسبة للعجينة البنت راني وزنتها فتوزن العجينة لكم أعطي العجينة المسمن المقدة أنا هنا يدي يعني كتخرج وحد الكيميه كثيرة سبارك الله بالنسبة لكيلو لها الدقيق أعطيك 19 الحباة الملوي يعني رأي فيها الخير والبراكة كما اشتوا معي كنقطع العجينة في الأول كنقطعها بلا زيت حتى نقضها و نضعها في البلاطون الذي فيه الزيت لا نقوم بعمل في الزيت هنا نغمسها في الزيت جيدا لكي لا يتلاسقوا مع بعضياتهم نغطي العجينة في بلاستيك غذائي أو السولوفان و نجعل العجينة المسمنة ترتاح جيدا و نجعل العجينة ترتاح و نجعلها تشكلها و ستساعدكم في الخدمة و تطلق و كما شكلتها تشكلكم هنا يلبنت العجينة هي التي ترتاح و نحضر الحشوة التي سنعمر بها الملوي هنا بعد أن أغطيت العجينة بسولوفان سنجعلها على العجينة ترتاح و نضع لكي نحضر الحشوة بالنسبة للمقادير الحشوة سنحتاج هنا ثلاثة البصلات التي يكونون متوسطين قمت بصلاف لها شوار خاصة البصلات تقطع رقيقة لكي تشكل الملوي لكم لا تخرج لكم منه الحشوة تقطع لكم العجينة و تخرج منه الملوي هنا أربعة دية الفلفلات خوضر حتى هم مادرتهم في الهاشوار و عندي هنا شحمة في هذه القرعة شحمة التي تكون مدوبة بالنسبة لشحمة البناتمية تكون عندكم في تلاجة تعمر تلاجة تدوبها و تدروها هنا في قرعة الزج و تحتفظ بها معلقة صغيرة تجد و تطبيق و قمت بشرها و تحضر قرعة كل الشحمة خلج من الهاشواء ascolt الملوي في مشقه تشكل الملوي و تعمر تدوبها و تجعلها في القراعي بالنسبة لتوابيل أعطرية سنحتاج لعملقة كبيرة تحميرا بالنسبة للمسمن أو الملوي الشحمة كي يريد تحميرها نحتاج رسم علقة فلفل أسود معلقة صغيرة الخرقوم معلقة صغيرة الهريسة التي تكون بودرة معلقة صغيرة سكين جبير واحد ضامة البنة هنا زوج فصوص التوم التي تحدثتهم واحد قصبرو مع النص واحد زوج معلقة واحد شوية الملحة بالنسبة لكينة ضامة البنة لا تكتر الملحة بثاف واحد ثلاثة الملحة الزيت لنشحر البصلة والفلفلة جبت هذه المقلاة فوق النار حتى سخنة جيدة ثلاثة الملحة الزيت ثلاثة الملحة كبار الشحمة التي تكون مدوبة بالنسبة للشحمة بالنسبة للملوك معروف بالشحمة يعني شحل مجد فيه الشحمة ثلاثة الملحة لدينا البصلة مع الفلفل ونبدأ شحرهم جيدا حتى ينزلوا واحد شوية مع الفلفل مقطع رقيقة والبصلة رقيقة ولم ينزلوا بثافة ثلاثة الملحة وزيت العطرية والهريسة بالنسبة لالهريسة ضفت معلقة صغيرة انتم لا تقوموا الدقل والحار بالنسبة للمسمن هذا الشحل لا يأتي حار يأتي المدق وزوين وضامة لبنة تصير حشوة جيدة وزوينة تدروا فيها ضامة لبنة وضع حشوة حشوة كافسة وغير بصلة والفلفل ما اشتوا هنا المعروف والقصبر وضع الحشوة تشحر تصفيت عليها هنا و خليتها تبرد بعد مرتحة العجينة سوف نشكل الملوي بالنسبة لها الزلافة لدي كاس ونصد الزيت معبور بالكاس ديال العنباء ضفت له معلقة صغيرة تحميرها لنقرص به الملوي لدي هنا في هذه الزلافة سميدة بالنسبة لها تسميدة ستعطي القرمشة لها الملوي لكي يأتي مقرمش وهشيش هنا البنات الحشوة سوف نضيفها على الجنب حتى تولي غدا فيها لا تخدموا بها و هي سخونة لكي لا تقطعلكم شي Duchè هنا سنتهت سطح العمل بشة ديال الزيت اللي فيها تحميرها و نطلق العجينة ديالي مزيدة لا تنطلقها أن تصابهاITE سطح العمل الأن هنلي قوية عجي одна قوية نضيفها بشة ظيت اللي فيها التحميره و نضيفها ديال سميدة نضيف الحشوة Kate حتى نضيفها في الوسط تقدرون تمزها في الوسط البصي أو تسرحها على العجينة كاملة و نطويق ذلك vendors اليمني بعمل بالشكل مربع نجحها على شكل ملوية كما اشتوا معايا بعد ما طويت العجينة نجحها على شكل ملوية نجحها على شكل ملوية غير كزول بناس مزيان سيجيكم هالطريقة سهلة وتسربوا بها واحد الكيمية كثيرة نجحها على شكل ملوية وفي سعد ساليو نفس الطريقة نسطح العمل بشوية الزيت ونسر الحمز نضي لها شوية الزيت اللي فيه التحمير ونضي لها شوية سميدة ونهز الحشوة هنا في الوسطى نضي لها على وجه دي العجينة كاملة ونطوي العجينة او المسمنة على شكل المسمنة المربع كما اشتوا معايا نطوي عليها الجهة من بعد نقلبه ونطوي عليه الجهة اللي باقية ونجمع ذلك الجنيبات ونجمع العجينة ديالي كنشكلها على شكل ملوية طريقة لي سهلة ومفهومة غير كزول البنات ستعجبكم هاد الخدمة ونجيكم سهلة وتسربوا بها الملوية واحد الكيمية اللي هي كثيرة بلما تحسوا به هنا كما اشتوا معايا اطلقت العجينة ديالي مزيان درت لها الزيت والسميدة وصرحت الحشوة ديالي وكان مقاب نفس الطريقة كان نطويل مسمنة على شكل المسمنة المربع من بعد كنرجع لي هالعجين اللي كيكون مع الجناب وكان شكلها ملوية اللي كتكون مدورة من كتديرو هالطريقة لبناتنا اطراها الحشوة ما كنتخرش من الملوي كتبقه الداخل يجي شكل ديالوي زوين واتلا العجينة كتكون مدوب لفوكم من الملوي M طريقة لي سهلة ومفهومة هاد البنات نسرح العجينة ديالي فوق سطح العمال كنضيف الحشوة من الداخل كنتطوي عليها المسمنة في اللي كيما اشتهم معايا كنتطويى المسمنة على شكل المربعة من بعد كنرجحها على شكل الملوي طريقة لي سهلة ومفهومة قاد نطيرها بنفس الطريقة won'tbl tow Learning عندما عمرت العجينة التي لديها كاملة وسائلتها نحصل على 19 حبات الملوي بالنسبة للحشوة التي شاركت معكم في البناطر عمرت لي 19 حبات الملوي تقدر تعمل لكم كثير من 19 حبات هذا الملوي راني عمرته بكثير يعني داخل عمر مزيان تقدروا تقلوا الحشوة في الملوي لكي تعطيكم كمية كثيرة هنا كنقرس ثلاثة ديال الملويات لكي نقرسهم بالنسبة للبناط لا تقرسوهم بكثير لكي تجعل الملويات لكم قبل مغلط هنا قدرت المقلاء في فوق البوطة لتسخن سخنة جيد أخذت النار الملويات لديها و أضعت ملويات لكم لتدراسي قليلا لكي تقلب الملويات لكم لكي تتحمل ملويات لكم من بعد تقلب الملويات لكم تتحمل ملويات لكم طريقة طيابة البناط الذي سهله سبارك الله عليكم كطيبه المسمن والملوي هنا بعد مما يتحمر يتقلبه من هذه الجهة إلى هذه الجهة حتى يأخذ اللون مذهب وبالنسبة للتحمير التي تضيفها مع الزيت هي التي تعطي اللون لهذا الملوي من يطيب يأتي محمر وزوين ومن يكون يطيب يساعدكم في التحمير ويأتي اللون محد ويأتي محمر ويأتي مجمر على طريقه بنفس الطريقة كما اجتوا معي طيبة الملوي اللي ولحيته هنا ثلاثة ديال الملويات بقيت كنقلبهم من هذه الجهة إلى هذه الجهة كما اجتوا معي ملوي اللي كيجي ناجح كيجي من فوخ وكيجي محمر ومجمر على حقه وطريقه إذا جربتوا هالطريقة ديال الملوي الليبنات غدي تعجبكم وغدي تعجب حتى الكليان ديالكم كيجي حار وكيجي لديد المهم كيجي زوين بزاف غيجي ربوه وردو عليا قد نبقى مستمره بنفس الطريقة كان طيب الملوي اللي عندي كامل وغدي نرجع معاكم باش شوفوا الشكل نهائي ديالهم بعد ما طيبته وساليته بعد ما ساليت الملوي وطيبته كان هدا هو الشكل دياله كيجي رائع محمر ومجمر على حقه وطريقه بالنسبة لدك الكيلو ديال الدقيق اللي شاركت معاكم رأعطاني 19 حبة ديال الملوي كيخرجوا حد الكمية اللي هي كثيرة تبارك الله ما شاء الله وحتى الحشوة البنات اقتصادية ما فيهاش كترة المقادير بزاف الحشوة اللي شاركت معاكم البصلة والفلفلة شريت خمسة ديال الدراهم ما بي البصلة والفلفلة درتها كاملة يعني رها عمرت لي 19 حبة وتقدر تعمر لكم كتر من 19 حبة ديال الملوي غيمين تمشي وتشريوا الفلفلة والبصلة يعني شريوا خمسة دراهم خلطة غادي تجيكم اقتصادية وتربحوا في هاد الملوي نتمنى حتى انتم ما تجربوه ويعجبكم وغادي نقسم معاكم واحد الحبة باش شوفوا كيفاش كيجي من الداخل بالنسبة لأتمينة البنات اللي بغيتوا تبيعوه هاد الملوي هذا كتبيعوه بربعة دراهم حتى الخمسة دراهم الحبتها ما نجد مناسب بالنسبة لهذا الملوي انا كنبيعوه بخمسة دراهم للحبة يعني راه فيه الخير والبركة ديال الربح نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ونتمنى تكونوا تستعفدو من الفيديويات اللي كانش